السادة نور الله يطول عمرك أريد أنطيك رقم يعني يوجد رقم رسمي عن عدد المغيبين عدد المغيبين فقط في الأنبار بلغ تسع تالاف مغيب عدى محافظات صلاح الدين وديالة والموصل أكرر لك الرقم يعني الرقم يعني دقيقة يعني عدد المفخودين المغيبين في الأنبار قارب على التسع تالاف مغيب عدى باقي المحافظات كل مغيب من هؤلاء المغيبين لديه أب ولديه أم ولدوه لديه زوجة وأطفال غالبيتهم لا زال مصيرهم مفقود لغاية الآن هذا الأمر سادة نور يحتاج يعني قولت اللي يقول بالعرب والحكومة توقف تك رجل يعني احنا لو أكو حكومة يعني عذرا و سلطة أشريعها مع البلد الله وكيلك توقف تك رجل يعني شنو ناس مغيبين صار تسع سنوات ما حد يعرف مصيرهم سادة نور النوبة الكارثة الأكبر يعني هم مغيب هم مغيب وهم منهجم بيته لقبيته واقع هسه صار علي المصيبة حشاكم مصيبتين الوالي ما للبيت انفقد الأب الأبناء انفقدوا وبيوتهم وقعت زيان دولة وين يروحون سؤال زيان دولة ما لهم بالبلد زيان دولة ما لهم نواب ما لهم حكومة الطالبين حقوقهم واحنا صار اليوم يعني ما احنا ما نريد نقلبها سياسية يا سادة نور ونقول نوابنا وبرلماننا معطل صار لسبعة شهر دايخ برئيس برلمان صح يا أخي يا أخي هم المواطن هم اليوم أنت يا نائب أنت خادم لربعك خادم لأهلك خادم لناسك أنت صعدت بأصواتهم أنت اليوم قاعدين سبعة شهر بربك بدون رئيس برلمان متكون الكتل بيناتها حتى يجي رئيس وتاركين المغيبين وتاركين المفقودين القسريين وتاركين ملف السجون والعفو العام ما نريد نستغرق بالموضوع السياسي اليوم ما نريد نعرج عليه فأدأ أقول لك أنه المفقودين بلغ عددهم بس بالأنبار بحدود 9000 مغيب هذا جانب أريد أنطيك معلومة مهمة معلومة قانونية رسمية هل تعلم أنه في سنة 2022 طالبت الأمم المتحدة من خلال بعثتها الموجودة في العراق والتي صدر أمر من الأمم المتحدة مؤخرا يعني بيان رسمي بينها عملها هل تعلم أنه في 2022 طالبت الأمم المتحدة من خلال بعثتها بالحكومة العراقية بإصدار تشريعات قانونية سادة نور تضمن هذه التشريعات أن تكون جريمة الإخفاء القسري جريمة قانونية مجرمة بمواد قانونية وليس وليس جريمة تبعية يعني مو نشيرلها قولت بالعرب بطرف عيني بمواد قانونية وإنما أصيلة أحسنت 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 طلعت عمي هم قانوني مو بس إعلامي هم داخل باقتصاص وإن شاء الله علي والله يا عمي مستشار قانوني بس ما أحد معترف بي ومو من اليوم من 2002 والله وإن نعم منك دارس القانون الدولي والخاص والإنساني وتخيل وإن نعم منك ليست جريمة ملحقة جريمة أصلية مجرمة بمادة قانونية يا سادة نور هنا أرجع أقول لك هنا دور البرلمان سادة نور العزيز البرلمان يشرع لقانون مهم لمصلحة المواطن ويعدل لقانون أيضا يواكب بحاجة المواطن زيان إذا الله يخليك سادة نور إذا الأمم المتحدة تقول يا عراق خل نحجب الهجة العامية شوية سادة نور تنوصل فكرة أكثر نحجب الهجة العامية ما العمامنا لديهم ما العمامنا لديهم هي عمامنا لديهم أشو إحنا نسمع اللهجة المصرية والسورية والكويتية والمغربية يعني أحجب اللهجة اليدليمية أشكوا بها أحجب اللهجة اليدليمية طول أمرك حتى نوصل فكرة نسؤل في اللهجة حرامك اليدليم عافية والنعم نقول إذا الأمم المتحدة يا حكومتنا الرشيدة مع الإكزود رأسك عالي ومرفوع دوم إذا الأمم المتحدة ومجلس الأمين وبعثة الأمم المتحدة يعني يعني متبنين موضوع يطول عمرك يطول عمرك متبنين لهمومنا أكثر من برلماننا هل أنتم تقبلون يا نواب أن الأمم المتحدة ومبعوثتها الأممية طالبنا أن نجرم نجرم موضوع المغيبين والإخفاء القسري بمواد قانونية أصلية وليس التبعية ولغاية الآن أستاذ أنور لم لم يتم النهوض بهذا الموضوع وتحقيق ما طالبت فيه المتحدة يعني هذه حقيقة أقدر أقول لك والله جريمة لا الله يقبلها ولا الدين الإسلام الحنيف يقبلها موسيقى